بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك عزيز الطالب في المحاضرة الثالثة من الوحدة الرابعة وتتناول مسألة حكم الأفعال والأعيان قبل مجيء الشرع نبدأ أولا ببيان المراد من الأفعال في هذه المسألة فنقول إن المراد من الأفعال هنا الأفعال الاختيارية وهي التي تصدر عن إرادة العبد ويقابلها الأفعال للضرارية التي تصدر عن غير إرادته كحركة الارتعاش والأفعال الاختيارية على قسمين القسم الأول ما لا يمكن الاستغناء عنه وهو الضروري كالتنفس وما يحفظ حياة الإنسان من الطعام والشراب الثاني ما يمكن الاستغناء عنه كأكل الفاكهة ونحو ذلك وهذا القسم الثاني وهو الأفعال الاختيارية التي يمكن الاستغناء عنها هو المراد الذي وقع فيه الخلاف في هذه المسألة وقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب المذهب الأول أن الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل مجيء الشرع على الإباحة أي حكمها أنها مباحة وهذا مذهب أبي الحسن التميمي وأبي الخطاب الكالوذاني من الحنابلة وذهب إليه الحنفية ومن وافقهم المذهب الثاني أنها على الحضر والمنع وهذا مذهب ابن حامد وأبي يعلى من الحنابلة وذهب إليه بعض المعتزلة المذهب الثالث الوقف وهذا مذهب أبي الحسن الخرزي من الحنابلة وذهب إليه الواقفية وهم الذين يقفون في الأحكام عند تجاذب الأدلة نبدأ أولا بذكر أدلة القائلين بالإباحة فنقول إنهم قد استدلوا بأن خلق الأعيان المنتفع بها لغير حكمة عبث لأن ذلك لا فائدة فيه فيكون عبثا والعبث محال على الله تعالى فتعين أن يكون خلقها لحكمة ولا حكمة في خلقها إلا انتفاعنا بها فإن العقل والعرف جاريان على أن الحكيم إذا بنى دارا وملأها من المآكل والمشارب وما يستمتع به ودع الناس إليها أنه أذن لهم في الانتفاع بذلك فالله سبحانه وتعالى أحكم الحكماء وهذه الدنيا وما فيها داره وملكه والخلق ضيوفه فيكون ذلك إذنا لهم في الانتفاع بها وهو المطلوب أما القائلون بالحضر والمنع فقد استدلوا على مذهبهم بأن التصرف في الأفعال الاختيارية تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه فيكون حراما قياسا على التصرف في ملك المخلوق بغير إذنه وقد أجاب الجمهور عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق فيكون باطلا لأن المخلوق يتضرر بتصرف الغير في ملكه أما الله تعالى فإنه لا يتضرر بتصرف المخلوق في ملكه ثم إن هذا القياس معارض بقياس آخر وهو قياس لانتفاع بهذه الأشياء على الجلوس في ظل جدار الغير والانتفاع بضوء ناره فإنه يقبح المنع من ذلك عادة أما القائلون بالوقف فقد استدلوا بأن الأدلة في هذه المسألة متعارضة بعضها يقضي بالإباحة وبعضها يقضي بالحرمة ومع تعارض الأدلة لا يمكن الجزم بحكم معين فوجب الوقف حتى يقوم الدليل الذي ليس له معارض على حكم معين فيعمل به وقد أجيب عن هذا الدليل بأن الوقف إنما يجب المصير إليه إذا كانت الأدلة المتعارضة متساوية ومتكافئة بحيث يتعذر الترجيح أما إذا كان دليل أحد الفريقين راجحا ودليل الفريق الآخر مرجوحا فيجب القول بما دل عليه الدليل الراجح وقد رأينا في هذه المسألة أن دليل القائلين بالإباحة قويا وسالما عن المعارضة بخلاف دليل القائلين بالحظر فإنه ضعيف لم يثبت للنقد فوجب القول بالإباحة وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول ومما ينبغي التنبيه إليه في هذه المسألة أن حكم الأفعال النافعة يشمل الأعيان التي يكون فيها نفع محض أو يكون فيها نفع وضرر لكن نفعها يغلب ضررها وقد عرفت أن أرجح الأقوال فيها الإباحة أما الأعيان التي تكون ضارة ضررا محضا كالأعشاب السامة ونحو ذلك أو يكون فيها نفع وضرر متساويان أو يكون الضرر هو الغالب عليها فهي حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرار ترجمة نانسي قنقر